لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا برحبا بيكم أنزل مشهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل وعنوان هذه الحلقة تناقض ابن حجر في مصدر التلقي في عقدته احنا شفنا في الحلقة اللي فاتت ابن حجر وهو بيقول بالتأويل وكمان بيقول بالتفويد وأن التأويل والتفويد هم وجهين لعملة واحدة اللي معناه في الآخر نفي الصفة وشفنا كمان أن مصدر التلقي عند الأشعارة هو العقل يعني بيقدموا العقل على النقل في حالة تعارض النقل مع العقل يقدموا العقل وفي حالة توافق النقل مع العقل ياخدوا بالنقل وبعدين اتكلمنا عن التحسين والتقبيح وان فيه ثلاثة اعتبارات بيتاخد بهم تحسين الاشياء وتقبيحها اول اعتبار اللي بيلقم طبعنا زي ريحت الورد كل الناس بتحبها وريحت الجيفة كل الناس تستنفر منها وتقبيحها الاعتبار الثاني باعتبار صفة كمال او صفة ناصر زي ما بنقول العلم حسن الجهل القبيح وهزان النوعين مصدرهما العقل من غير توقف على الشرق والاعتبارين دول محدش اختلف فيهم الاعتبار الثالث هو المختلف فيه واللي هو باعتبار السواب والعقاب الشرعيين وهذا قد اختلف فيه اهل السنة مع الاشعارة فذهب الاشعارة الى ان مصدره الشرق والعقل لا يحسن ولا يقبح ولا يجب ولا يحرم واحنا في حالة النهاردة هنعرف كلام ابن حجر في التحسين والتقبيح في الشرعيين ونثبت انه فعلا انه تناقض مع اهم مصدر من مصادر التلقي عنده وهو العقل وزي ما عودناكم ووعدناكم ان هنا بنسبة اي حاجة بنقولها من كلام ابن حجر نفسه ومش هنستنتج او نقول حاجة بدون دليل وعشان نشوف تناقض ابن حجر هنروح لكتاب سهيل بخاري كتاب الاحكام باب الاستخلاف يقول كده لان العقل لا مدخل له في الايجاب والتحريم ولا التحسين والتقبيح انما يقع ذلك بحسب العادة انتها وهنا بنلاحظ ان ابن حجر بيلغي دور العقل تماما وكل اللي همنا في كلامه ان العقل ملوش اي دور في التحسين او التقبيح يعني مثلا بالعقل مش هنعرف ان القتل فعل قبيح او فعل حسن وكده هو بيخالف مصدر من مصادر التلقي وهو العقل خلينا كمان نشوف الشيخ عبدالعزيز الرئيس هيقول ايه في الفيديو اللي جاي الاجهارة لا يقول بالتحسين والتقبيح العقلي فخالف بالعقول والشرع يقول بالقيمة ويلزم على قولهم انهم لا يفرقهم بالعدر والطيط لانهم لا يرون العقل يحسن ويقبح وفي مقابلهم اعتزل يقول الحق العقل يحسن ويقبح وينبني العقاء بالطبع تحسين العقل اما هل السنة وصل يقول العقل يحسن ويقبح لكن التواضل العقاء راجع عليه شيء إلى الشرع المقصود الأشارع لا يرون التحسين ولا التقبيح العقل وهذا أيضا فرع عن قولهم بالجبر وهم أيضا متناقضون الكلام عليهم نقول جدا لماذا متناقضون لأنهم تراهم جعلوا العقل مقدما على على النقل ثم فيما متحسين والتقبيح جعلوا ماذا جعلوا العقول مسلوبة من التحسين والتقبيح فالتناقض عندهم كبير كبير للغاية في أبواب كثيرة من الدين ومن الاعتقال وبعد ما شفنا الشيخ عبد العزيز الرئيس بيقول أن الأشاعر مش بيقولوا بالتحسين والتقبيح العقلي فخالفوا العقول والشرع وابن القيم قال أنهم بكده مش بيفرقوا بين العفن والطيب ولأنهم مش شايفين أن العقل يحسن ويقبح والمقابل لهم المعتزلة بيشوفوا أن العقل بيحسن ويقبح وبناء على كده بيكون السواب والعقاب على التحسين على تحسين العقل يعني بيكون السواب والعقاب على تحسين العقل لكن أحسن السنة وسط العقل بيحسن ويقبح لكن السواب والعقاب راجع للشرع والأشاعر نتيجة التحسين والتقبيح بالشرع أدى بيهم إلى الجبر وده احنا هنتكلم عنه بالتفصيل في الحلقات الجاية وإن بكده هم متناقضون ليه؟ لأن المفروض عند الأشاعر أن العقل مقدم على النقل لكن في التحسين والتقبيح جعل العقل مسلوبة من التحسين والتقبيح وبكده بيكون عندهم تناقض كبير خلينا نتأكد كمان من مرجع آخر لإبن حجر في سحيل بخاري كتاب الصلاة أبواب استقبال القبلة عن أنس بن مالك أن النبي رأى نخامة في القبلة فحكى بيده ورؤية بينه كراهية أو رؤية كراهيته لذلك وشدته عليه وقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه أو أن ربه بينه وبين قبلته فلا يبزقنا في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه ثم أخذ طرف ردائه فبثق فيه ورد بعضه على بعض قال أو يفعل حاجزة طبعا الحديث ده اتكلمنا عنه كتير قبل كده وطبعا الحديث ده بيتكلم على النبي داخل المسجد وشاف نخامة في جدار المسجد فأمحكى بيده وقال لا يبزقنا أحد في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه ولو ما قدرش يبزق عن يساره أو تحت قدمه ياخد طرف ردائه ويبزق فيه ويرد بعضه على بعض طبعا ما ببدأ التحسين والتقبيح عند ابن حجر لأنه بيحسن بالشعر مش بالعقل أكيد أن البزاق والنخامة مش معروف أنها طهرة أو غير طهرة إلا بالشعر يعني هو ما يعرفش بعقله النخامة والبزاق دول طهرين ولا لا عشان كده ابن حجر ألف شرحه إنها طهرة طبعا بزاق ونخامة أي مسلم يصلي يعني في الصلاة وفي غير الصلاة هتكون طهرة بناء على كلام ابن حجر وهنا في سؤال مهم طرح نفسه إيه الفرق بين بزاق ونخامة أي مسلم ورسول وإحنا بنعرف إنهم كانوا تقاتلون على نخامة الرسول لو نخامة المسلم طهرة زي ما بيقول ابن حجر بيتخنق على نخامة الرسول خلينا نروح لجرح ابن حجر وهو بيقول وفيها أن البصاق طهر وكذا النخامة والمخاط خلافا لمن يقول كل ما تستقذره النفس حرام ونشرح الحتة دي هنا بيقول خلافا لمن يقول كل ما تستقذره النفس حرام السؤال إزاي النفس تستقذر وتحرم بدون نقل طبعا ابن حجر يقصد حتى لو النفس بعد النقل تستقذر البصاق ونخامة فالنقل هو الأصح يعني ممكن الشرح أو النقل يشرع القذارة حسب كلام ابن حجر اللي بيأكده ابن حجر بعد كده في نفس الشرح ويقول ويستفاد منه أن التحسين والتقبيح إنما هو بالشرع ويوصل ابن حجر شرحه ويقول فإن جهة اليمين مفضلة على اليسار وإن اليد مفضلة على القدم والمفاجأة في كلام ابن حجر الأخير فإن جهة اليمين مفضلة على اليسار وإن اليد مفضلة على القدم الحديث يقول الحديث كان بيقولنا إيه لا يبزقانا في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه يعني ابن حجر بيقول حتى جهة اليمين واليد اليمين والرجل اليمين ما كناش نعرف إنها أفضل من اليسار قبل النقل أو لو لا النقل دلوقتي أنا هعمل ملخص لحلقة النهاردة شفنا في حلقة النهاردة التنقض الواضح عند الأشعر هو إن مصدر التلقى عندهم هو العقل لكن في التحسين والتقبيح بيقدموا النقل على العقل وشفنا ابن حجر قال لأن العقل لا مدخل له في الإجاب والتحريم ولا التحسين والتقبيح إنما يقع ذلك بحسب العادة والشيخ عبد العزيز الرئيس أكد لنا نفس الكلام في التنقض عند الأشعر وقال لا يقلون بالتحسين والتقبيح العقلي فخالفوا العقول والشعر لأن المفروض عند الأشعر العقل مقدم على النقل لكن في التحسين والتقبيح جعلوا العقول مسلوبة من التحسين والتقبيح وأدى بهم إلى الجبر وكده بيكون عندهم تنقض كبير وشفنا في شرح حديث وقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه أو أن ربه بينه وبين قبلته فلا يبزقن في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدم ثم أخذ صرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعضه وقال أليفها هكذا وفيها أن البسق طاهر وكذا النخامة والمخاط وخلافا لمن يقول كل ما تستقذره النفس الحرام ويستفاد منه أن التحسين والتقبيح إنه هو بالشرع فإن جهة اليمين مفضلة على اليسار وإن اليد مفضلة على القدم وتابعوني في الحلقة الجاية علشان كمان نشوف رد الشيخ البراق على ابن حجر في شرح الحديث وألتقي بيكم في الحلقة القادمة لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أترد بعقل إذا ما نقبل بعقل وإذا يرد بعقل وإذا ينكر بعقل يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقل المساء